نلعبوا بالروح بالكل شيء اللي أعطينا كل شيء بالأسين بس نفحرهم نفرح المتقل نفحرهم كلها مغربة المالك كوشي فرحان والعبنا مزين عربي وفقهم ويربحوا وفرحوا الجمهور المغربي الله ينسارهم الله عربي يربحهم ونسارهم ويجيبونا شيكواليس غدا إن شاء الله أحمر راحي ديما مغرب ديما مغرب شكرا لكم وفرحوا الشعب المغربي السلام عليكم ورحبا بكم كانت منا تكونوا بخير وعلى خير وكانت منا نهاركم يكون داز زويد من بعد ما كنت أعطيتكم التبرقيقة على أحسن حارس مرمة فيك يا العالم يا سين بونو وقلت قاعدك شلي كان عرف عليه من سيتوالو جبت لكم خبار على أمه وعلى أبوه وعلى أمراته ووليده ربي يحفظوا له وتبارك الله كنتوا تفعلتوا بزاف مع الفيديو وفرحتوني بزاف بالتعاليق لمزينة ديالكم قلتوا لي كم لجبنا شي تبرقيقة جديدة على شي لاعب جديد واليوما أنا جايب لكم التبرقيقة على واحد لاعب كي غزال كي فن يا ربي الحبيب يا ربي اسمته أشراف حكيمي ومن لا يعرفه الغاني عن الذكر فالاسم ديالو كاملا هو أشراف حكيمي موح وسطروا لي عليك المتموح لأنني اشتبع ويناتي تاريخ الميلاد ديالو في أربعان وفنبر تخلاق 1998 يعني دابكي وصل عمر ديالو وعشرين عام الطول ديالو كي بلغ طول ديالو مترو واحد وثمانين ومركز ديال اللاعب ديالو هو ظاهير أيمن وعندو أخوتي إخوتي جوج ديال الجنسيات إسبانيا ومغربية الرقم ديالو هو رقم جوج والنادي الحالي اللي كيلعب فيه هو باريس تانجرمان عندو برج العقرب والتولد في مدينة مدريد أما بالنسبة للأصول ديالو الأهل ديالو فالأم والأب ديالو مغربيين مئة بالمئة فالوالد ديالو تولد من واد زام والوالدة ديالو من مدينة القصر الكبير المدينة الراقية المدينة اللي هي في التقدم أحسن مدينة فيك يا مغرب الناس ديالة بقين مخفولين الناس ديالة محترمين الناس ديالة ونعمى الناس وتحيالي لي منهم هاد من بار وكذلك تحية لجميع بلدان المغرب الله يحفظكم ويحفظ وليدتكم ويارب يجعلكم دائما فرحاني مهم نكملوا الموضوع ديالنا فالحاكيمي في 2016 انتقل من نادي ديفورتيفو كولونيا إلى نادي ريال مادريد حيث أنه انضم إلى أكاديمية ريال مادريد للشباب وتم الترشيح للانضمام لفريق نادي ريال مادريد الاحتياطي وهذا الشي كان في 2006 يونيو ومن بعد هاد الشي هدا الحاكيمي مشى التحق بأول مخيمات الفريق المقامة في الولايات المتحدة الامريكية ودابا غديندخلوا الصحيح غديندخلوا على العلاقات ديالو الغرامية كانوا كيقولوا أن أشرف حاكيمي كانت عنده علاقة غرامية مع صديقة ديالو لوسيا أوتيرا ومن بعد تزوج لعب المغربي أشرف الحاكيمي من السيدة هيبة أبو خريص بن سليمان عبوك اللي تولدت بطاريخ 30 أكتوبر 1986 وكتبلغ من العمر 34 سنة هي إسبانية الجنسية كتعمل في المجال تمثيل منذ عام 2008 وما زالت لحد الآن ولدت معه جوج ديال الوليدات وتشارك هيبة عبو تزوجها في كافة المباريات ديالو عندهم جوج ديال الوليدات آمين اللي تخلق في 2020 فبراير وكذلك نعيم اللي تخلق في 2012 شهر جوج أما عن أصول زوجة ديالو فهي ليبيا تونسية وطبعا عند الجنسية الإسبانية والوالدين ديالو كما كيقولوا كانوا على قد الحال الأم والأب ديالو تقتلوا باش يوصلوه فأشرف الحاكمي كانوا استطفوا في واحد البرنامج أوروبي اللي اسمته أيل شيرين غيتو واللي فيه بكا وتفكر تضحيات اللي ضحوا عليه العائلة ديالو فقال انهم كانوا كيحرموا نفسهم باش حنا يوفروا النادي لش اللي بغيين والأب ديالي كان بائع متجول والأم ديالي كانت كتنظف منازل في أوروبا ديالنصارا باش يوفروا لنا لقمة العيش الحلال وقال بهذه العبارة خوتي إخواتتي أننا كنا فقراء ونحتاج للكثير من المساعدات عائلتي كانت تناظر من أجل توفير لقمة العيش والآن أناظر كل يوم من أجلهم وفعلا نراه وفما قال وعوض لهم بالزبط الحويج والآن هم عايشين بالخير ديالو وأنا شخصيا كان حاف منزل للأم ديالو في مدينة القصر الكبير حيث تنتسب إلى عائلة طيبة ومعروفين في البلاد وناس الأصالة وناس متوضعين ويحبون فعل الخيرات وناس متدينين بمعنى الكلمة عنده جوجة الأشقاء وداد وواليد اللي وقفين معه بزاف وكيشجعوه وكيبغيوه قولوا أن في الجسم ديالو ما كان حتى وشام وأنهو معمرو مشرب الخمور وحتى المشروبات الغازية نادرا ما كيشربوهم وولد متواضع ومديا تل هنايا كان أعطيتكم قاع الأسرار والمعلومات على أشراك الحكيمي اللي معللنا الرأس كان نكون وصلت لأخر الفيديو وكان قول لكم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته